يوتيوبر مصري طقت في دماغه فكرة انه يعمل فيديو عن حرق عالم الكويت وينزل الشارع وقال لك هعرض خمسمائة دولار على كل اللي يشارك في حرق عالم الكويت هو طبعا عارف احتمال كبير انه المواطنين المصريين مش هيرضوا بعمل زي ده ولما جيه عرض الفلوس على الناس في البداية بيتضح لك في الفيديو انه الناس موافقة على الفكرة ولكن مع تقطم الفيديو بتجد انه الناس بترفض الفكرة رفضا تاما وانه كل الناس بترفضوا بتقول انه ده عالم يعني دولة عربية شقيقة وما نفعش نحرق عالم دولة عربية شقيقة وانه الفكرة دي مرفوضة تماما بالنسبة لنا حقيقة الفكرة اللي طقت في دماغ المواطن المصري او اليوتيوبر المصري اللي عمل الفكرة دي هي فكرة بالاساس جت من فيديو تاني او من فيديوهات تانية اتعاملت على عالم مصر وعالم الجزائر في فلسطين فالفكرة هي عبارة عن فكرة تقليد لأفكار سابقة اتعاملت يعني يوم 25 اللي فات واحد فلسطيني عمل الفكرة نفسها مع عالم مصر فكرة طبعا المواطنين الفلسطينيين رفضوا برضو رفض تام ورفض قاطع هو طبعا بيحب يعمل نوع من الشو والفرقعة بالنسبة له وفي نفس الوقت هو بيعمل رد فعل لانه شمعنا عالم الكويت اللي بيعرضوا المواطن المصري على المصريين عشان يحرقوه ليه ما طلبش عالم تاني ليه ما تمش حرق عالم اي دولة عربية اخرى غير عالم الكويت اكيد ده رد فعل الحاجة حصلت من جانب الكويتيين وكان بيستوجب معها رد الفعل ده حقيقي رد الفعل كان المواطنين المصريين بيرفضوا حرق عالم الكويت ولكن الفكرة انه اش معنا الكويت تابعونا اهلا بحضركم كميعا وبشكركم على تشغيل الفيديو حقيقة انه فكرة حرق عالم الكويت الفكرة بالنسبة لنا هي فكرة مستفزة فكرة انك تحرق عالم دولة اخرى فكرة مستفزة ولكن بعد التحقيقات اللي اجريت مع الشخص اللي قام بعمل الفيديو واضح من التحقيقات انه هذا الشخص بيقول ان انا عملت الفكرة عشان اوضح انه الشعب المصري لا يمكن ابتزازه بالمال وهذا شعب المسالم وانه بيبين مدى حب الشعب المصري للدول الاخرى وبما فيها الكويت الدول العربية طبعا ولكن في المقابل الفيديو عمل رد فعلي كبير جدا عند السفارة الكويتية وعند الكويتين بشكل عام ممثلين في سفارة بلدهم اللي قالوا ان الفيديو بيمثل استياء كبير لدى الشارع او الاوساط الشعبية والرسمية في دولة الكويت وانه بيمثل جرحا بالغا لدى الكويتين بالتعبير كده وبالنص وانهم تواصلوا مع وزارة الخارجية المصرية عشان يستفسروا ويشوفوا سبب الموضوع وليه اللي حصل الكلام ده ولكن السؤال اللي انا عايز اسأله هنا اش معنى دولة الكويت اللي اتعمل فيها اي او اللي اتعمل الفيديو ده معها يعني ليه المصريين او ليه واحد مصري بيعمل فيديو ده مع الكويت وليه ما تعملش مع دولة تانية الحقيقة انه قبلها بيومين جه واحد كويتي يعني شخص غير محترم وشخص يعني بنصف اقل ما نصفه انه هو شخص غير قدام على الاطلاق وقام ضارب اه مواطن مصري كان شغال في مجمع الشيخ صباح الاحمد او مول الشيخ صباح الاحمد في دولة الكويت تعدي على مواطن مصري بيعمل هناك الفيديو كان فيديو يعني يعني صاخب جدا وفيديو اثار استياء وغضب المصريين بشكل عام وبشكل كبير وطبعا الفيديو كان واضح فيه تعدي سافر من هذا الكويتي على المواطن المصري وبالتالي المصريين كان لهم رد فعل رد الفعل ده تمثل في غضب شديد من المصريين على ما قام به هذا الشخص اللي بحسب المعلومات تم احتجازه للتحقيق معه من كبل السلطات الكويتية السؤال اللي انا عايز نسأله هنا اش معنى الكويت حقيقة المواطنين الكويتيين بشكل عام ظهر من بعضهم يعني عملية تطول كبيرة تجاه المصريين في الفترة الاخيرة التطول ده ظهر في هاشتاجات على تويتر ظهر في ردود فعل بفيديوهات على السوشيال ميديا وظهر في اعضاء مجلس نواب كويتيين عملوا تطولوا على الدولة المصرية تطولوا على المصريين في مجلس النواب وعلى صفحتهم وعبر منصات التواصل الاجتماعي تطول واضح وكبير على المصريين ما شفتش ده حصل في اي دولة عربية تانية من الدول اللي فيها جالية مصرية غير من دولة الكويت وانت لما تحط نفسك مكان المواطن المصري هتشعر بغضب شديد تجاه الكويتين لانه المصريين في هذا الامر هم رد فعل وليسوا فعل كل اللي عمل الكويتين من تطول واشياء محدش يعني مفيش مواطن مصري هتلقاه بدأ بانه يتطول على الكويت في الفترة الاخيرة لا هتجد انه التطول بدأ من عند الكويتيين سواء التطول ده تم عن طريق صفحات زي صفاء الهاشم او ريم الشيمري او الراجل اللي ضرب المواطن المصري على وجهه امام الجميع بالكاميرات ومصورة مفيش مواطن مصري عمل ده بالعكس مع المواطنين الكويتيين وبالتالي لازم تجد رد فعل طبيعي جدا تجد رد فعل هتقول لي يصل رد الفعل للحرق العالم الكويت حقيقة انت حضرتك العالم ما تمش حرقه الصورة اللي وضحت ليك انه يعني او الفيديو عنوانه حرق عالم الكويت لكن العالم ما تمش حرقه الفيديو بيوضح انه اولا هو لي رسالتين لازم تكون فاهمهم رسالة انه احنا غضبانين من الكويت على اللي بتعمله رسالة تانية احنا بنحب الكويت يعني غضبانين من الكويت وزعلنين من الناس الكويتيين اللي هم بيعملوا بيسيئولين وبيعملوا كذا وكذا عشان كده بنقول العالم ده او بنقول نشوف المصيرين هيعملوا في العلم بتاع الدولة او بتاع الناس اللي بيسيق لهم كمصيرين في الكويت ولكن في نفس الوقت المصيرين بيحبوا الكويت عشان كده رفضوا حرق علم الكويت ورفضوا حتى الاساءة لأي حد في الكويت رغم التطاول اللي تعرض ليه المصيرين على لسان بعض المدونين الكويتين وبعض الصحف او بعض المواقع الكويتية وحتى عاملين هاشتاج اللي هو على تويتر يعني بيقولوا فيه لا لعودة المصيرين للكويت عاملين هاشتاج بيدعو فيه لعدم عودة المصريين للكويت وعملين هاشتاج كمان اسمه الكويت للكويتين هتبص على الهاشتاجين دول هتلقاهم كلهم هجوم على المصريين ومنع أو تحريض حتى الفترة اللي فاتت كانت الدولة الكويتية عملت يعني حذر لسبع دول فقط السبع دول دول ممنوع يدخلوا الكويت فجيه المواطنين الكويتين من غضبتهم قال لك لا اشمعنا مصر ما يتمش منعها من الدخول وطبعا كل المواطنين الكويتين على الهاشتاج عملوا يعني مشاركات وهجوم كبير على وزارة الصحة الكويتية وعلى الدولة الكويتية الحكومة الكويتية بشكل عام انتوا ليه ما تمنعوش المصريين من دخول الكويت المصريين هيجبون للفيروس رغم انه حتى الان او يعني بحسب اخر احصاء لو بصينا على اليوم زي انبالح مثلا هنجد ان عندنا مصر مسجلة 200 ثمانية وتلاتين حالة في اليوم اليوم اللي مصر فيه سجلة 200 ثمانية وتلاتين حالة الكويت مسجلة ربعمية تمانية وتلاتين حالة يعني فارق حوالي 200 حالة بين مصر الكويت لصالح الكويت فلو بصينا على عدد الحالات اليومية الحالية هنجد انه مصر حالتها اقل من الكويت هتقول لي طب من المجموع الكل انه مصر اكبر حالات من الكويت وبالتالي احنا من خايفين على نفسنا حقيقة لو بالمجموع الكل بقى احنا هننبص للدول كلها اللي تم تفشي فيها الفيروس على انها اكبر دول في العالم بعد فترة انتهى الفيروس اقول لدول دي لا تروح ولا تيجي احنا حاليا في فترة بتنتهي او بينتهي فيها الفيروس من دول كتير جدا بما فيها السعودية مثلا عندها الوقت 1400 حالة وبنعتبرها من الدول المنخفضة في عدد الحالات ومسموح لها انها تروح دول كتير زي الكويت وغيره وغيره طيب انت عندك مصر فيها بقول لك 238 حالة وبتمنعها رغم منها اقل منك في عدد الحالات وعندنا تفشي اقل من الكويت وبالتالي المصريين بيجدوا غضب من هذا الامر او في زعل من المصريين تحديدا لانه كتير من المصريين عايشين في الكويت بيعملوا في الكويت بل انه مواطنين المصريين اشتغلوا في وساطة الصحة وضحوا بحياتهم وماتوا عندنا طبيب مصري من عيلتي انا على يعني بيحمل نفس الاسم مات وتوفى في الكويت دفاعا عن او في حاملة التصدي لفيروس كورونا ومحدش تكلم عندنا ولا احنا منضح عشانكم ولا كلام من ده فمنظومة الصحة الكويتية فيها اطباء كتير مصريين واي منظومة تعمل في الكويت فيها مصريين كتير وبالتالي لايمكن الكويتين الاستغناء عن المصريين والمصريين برضو للحق محتاجين الكويت لانه عندنا مصريين كثير يعملون في دولة الكويت فموضوع التوتر في العلاقات القائم حاليا بتمنى انه الدولة الكويتية ما تسمعش للهاشتاجات الا على تويتر لانه باختصار وبوضوح انا هكلم بوضوح تم هجوم حد من الكويتين على الحكومة الكويتية انها ازاي تستسنى مصر من دخول الكويت بعد منع اه سبع دول ان هما يدخل الكويت ليه ما تمش منع مصر زي السبع دول دول فتم وضع القائمة فيها واحد وتلاتين دولة اتخذت مصر كبش فدى وده صورة واضحة لان المصريين او الهاشتاج معمول لا لعودة المصريين للكويت شمعنا تحديدا المصريين ليه تم الهجوم من الهاشتاجات على المصريين تحديد ليه ما قلتوش اي دولة تانية غير المصريين رغم انه عندكو جاليات كتيرة جدا ودول عديدة ولكن انا بعطب على الاخوة الكويتين وبقال لهم متى تسببوش اللي هما على المواجع التواصل متى تسببوش في اشعال العلاقات او في يعني نوع من انه العلاقات دي يحصل فيها اضطراب او يحصل فيها امر يزداد سوءا بسبب اللي انتو بتعملوه على مواقع التواصل الاجتماعي لان انا شفت شوية يعني تويتس على المواقع بتبين انه فيه نوع من الشحن ونوع من القره للجالية المصرية الموجودة في الكويت من الاخوة الكويتين اللي بيكتبوا على مواقع التواصل وهنا عشان رد الفعل بقى اللي عملوا الاخوة الكويتين على مواقع التواصل قامت الحكومة الكويتية قالت خلاص احنا هنمنع الجالية المصرية من ضمن واحد تلاتين دولة اخرى منها تدخل الكويت رغم تعجوبي من انه مصر نفسها عندها حالات يومية بتسجل اقل من الحالات اليومية اللي بتسجل في الكويت الان وبالتالي مفيش مبرر ابدا انك تحطيني مع دول دول دي اصلا عندها حالات متفاشية او حالات يومية كبيرة جدا يعني زي البرازيل الفلبين دول دي كلها دول العراق دول عندها حالات مهولة جدا تحطيني معها في اه تصنيف واحد او بتحطيني كابش فدى في وسط دول ممكن تجيب دول الي لا بس منسبة لك مش مهمة لكن الموضوع واضح انك حاطتني كابش فدى وحاطت مصر عملت تركيبة لدول تانية عشان تحط مصر وسط هذه الدول عشان تمنع الجنال المصرية لكن انا بتمنى ان الكويت تعدل عن قرارها وتكون باعدة تفكير في هذا الامر لانه امر بيخلي بالعلاقات وانا عارف انه القرار الكويتي مجاش من الحكومة لا ده جه من غضبة الشارع الكويتي وموجة الشحن الكويتية تجاه المصريين وده اللي حصل الشحن ده واضح وشفناه لما الكويتيين زعلوا على حرق العلم اللي ما تمش اصلا ولكن عملية حرق العلم او فيديو حرق العلم جه عشان يقول يا جماعة احنا من حب الكويت رغم ان الكويت اللي بتعمله فينا وانا هنا مش هتكلم بطريقة دبلوموسية ولا هحاول اكون دبلوموسية انا هحاول اكون صريح في هذا الامر وواضح لاخوة الكويتين عليهم ان يعيدوا حسابهم او حساباتهم مرة اخرى في علاقاتهم بالاخوة المصرين ده انه عندنا الاشقاء في دول الخليج العربي منتهى لاحترام والتقدير المصرين ما بنجيتش منهم اي تطول على صفحات السوشيال ميديا مش بعملوا هاشتاجات زي ما انتو بتعملوا يعني الحاجة الغريبة اللي انا بشوفها انه اليوم برضو اللي هو النهاردة اتنين تمانية هو يوم ذكرى غزو العراق للكويت وعمل الكويتين هاشتاج اسمه الكويت يعني بيحيوا فيها هذه الذكرى وانهم انتصروا بعد كده على العراق وبشكروا الدول اللي وقفت فيها اللي واقفت مع الكويت ضد هذا الغزو ومن الدول دي طبعا واضح ان اقوى دولة وقفت مع الكويت دولة عربية كانت مصر الدولة اللي وقفت مع الكويت بوضوح وساعدت فيه دحر هذا الغزو من الاراضي الكويتية وفي نفس الوقت اللي عامل فيه اشقاء كويتين هاشتاج بيشكوره في مصر والدول اللي وقفت معه او سندة الكويت عامل فيه اشقاء كويتين تانيين لا لعودة العمالة المصرية بالخارج انا وصل لك الصورة والتناقض الغريب يعني شوف انت في الوقت اللي بتهاجم فيه العمالة المصرية وبتهاجم فيه المصريين اه بيحصل نفس اليوم هو ان مصر وقفت معاك وسندتك في دحر والتصدي للغزو العراقي للكويت رغم ان الحدود العربية وتفتيت الدول يعني الكويت دولة حجمها صغير جدا دول عربية كلها دول كتير حجمها صغير وتقسيمها تقسيم استعماري ولو بصنا هنلقى كلنا كلنا على بعض كنا دولتين تلاتة بالاساس ولكن ما علينا الفكرة نفسها هي انه الدولة اللي وقفت معاك وسندتك ضد هذا الغزو انت الوقت بتهاجمها وبتشتمها رغم انه النهار ده هو اليوم اللي بتحي فيه ذكرى هذا الغزو انا بتمنى كون وضحت الفكرة لاخوة الكويتين وما تزعلوش لو حصل رد فعلي من الاخوة المصريين على اللي انتو بتعملوه لانه باختصار الصورة اللي انتو وصلتوه لنا والهاشتاجات اللي عملتوها على تويتر احنا متابعين كل اللي بتعملوه ويريت يعني الابواق الاعلامية عندكم من النشطاء يعني اللي بيهاجمون على المنصات التواصل الاجتماعي يكونوا اكثر حرصا على العلاقة لانه الكويتيين ما يقدرواش يمشوا من غير المصريين في الوضع الحالي بالنسبة لهم زي بقول لحضراتكم مؤسسات الصحية مؤسسات التعليمية جميع مؤسسات الدولة الكويتية بنيت بالاساس على العمالة المصرية التي ذهبت الى هناك وعلى الكفاءات المصرية كالاطباء والمدرسين وغيرهم وغيرهم ولكن آآ بتمنى انه المواطنين الكويتيين يعودوا لوعيهم ويستفيقوا ويستفيق البعض منهم طبعا المواطنين الكويتين مش بتكلم عليهم كلهم انا بكلم على الفئة اللي بتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي واللي متسابع عشان تهاجم عشان يعني آآ كرهن في المصريين وهكذا حاجة التانية اللي عايزة اوضحها انه حصل حصل عشان يكون كلام واضح ومحيد وصريح انا محبش برضو لازم يكون صريح حصل في وقت من الوقات انه المصريين عملوا صورة سيئة اثناء فيروس كورونا واثناء فترة فيروس كورونا لما عملوا يعني مظاهرة او وقفة او هجوم على قوات الامن الكويتية والصورة دي هي الصورة اللي اتصدرت ولازلت تستخدم حتى الان لحضراتكم شايفينها لازلت تستخدم حتى الان عشان تبين انه المصريين كانوا عشوائيين وكانوا غير يعني محترمين في التعامل وانهم كانوا همجيين على حسب ما بيكون الكويتين عشان كده براع بطل من كل مواطن مصري ان يكون حريص على سمعة بلده في اي دولة تانية شوف انا بوضح لعضلك الصورة من كل الاتجاهات من اتجاه بتاعنا والاتجاه بتاعهم هم غضبانين من الشكل ده وغضبانين من الوقف اللي كانت حصلت دي ايام الفيروس لما كانوا المصريين عايزين يرجعوا بسبب طبعا انه المصريين برا المختربين كانوا في وضع في غاية السوق عشان كده انا بقول لكل واحد يكون عارف انه تصرفه والصورة الشخص اللي باين في الصورة ده والاشخاص اللي باين في الصورة ده شوفوا هم بيستخدموا ازاي الوقت عشان يتم الاساءة لغيرهم من العمالة المصرية المحترمة التي تعمل في الكويت بتمنى يكون كل واحد مسؤول عن رد فعله وعن ما يكون بفعله واتمنى من الاخوة الكويتيين التعقل في تصرفاتهم حتى يعني نعبر بهذه المرحلة لبر الامان وفي النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة